خفايا لماذا خرجت فرنسا من يورو 2020؟ بعد نجاح كبير حققه المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018 ها هي الصراعات والانقسامات تعود مجددا إلى داخل المنتخب من المفارقات أن الانسجام الكبير الذي أظهره المنتخب الفرنسي في كأس العالم في روسيا كان سببا أساسيا في فوزه باللقب وذلك لأنه يمتلك كما كبيرا من النجوم تصعب أحيانا إدارتهم منذ كأس العالم 2002 أصبحت لعنة المنتخب الفرنسي على مر السنين هو الخلافات الداخلية التي تنشب بين نجومه فقد أدت الخلافات إلى خروج المنتخب من كأس العالم 2002 من دور المجموعات كما لم يستطع المدرب غيمونت دومينيك من إدارة المنتخب في يورو 2008 وكأس العالم 2010 بسبب كثرة الصراعات التي حدثت في المنتخب لتقدم فرنسا واحدة من أسوأ نسخها بعد النجاح الذي حققته في كأس العالم 2006 لعنة الصراعات ما تفتأ تنطفئ حتى تشتعل مجددا وهذه المرة جاءت في واحد من أقوى أجيال المنتخب الفرنسي أكثر ما تم امتداح ديدي ديشان به هو أنه تمكن من السيطرة على غرف الملابس في منتخب الديوك كما أنه تمكن من إقناع أي لعب في المنتخب بدوره فلاعب مثل عاد الرامي لم يلعب ولا دقيقة في كأس العالم 2018 إلا أن الحماس والروح التي تحل بها داخل غرف الملابس تؤكد أن ديدي ديشان كان يعرف تماما ما يريد ولكن مع استعداد المنتخب الفرنسي للعب يورو 2020 بدأت علامات فقدان السيطرة على غرف الملابس تطفو على السطح ثنائية جيغو ومبابي كانت من أغرب الثنائيات الناجحة في الفترة الأخيرة حيث ساعدت المنتخب الفرنسي على الفوز بكأس العالم الأخير في روسيا إلا أن ما حدث في الجولة التحضيرية قبل بداية يورو 2020 فاجأ الجميع فقد صرح أوليفي جيغو لصحيفة ليكيب الفرنسية قائلا لقد كنت هادئا بخصوص هذا الأمر ولكن في بعض الأحيان أقوم بالركض ولكن الكرة لا تأتي إلي هذه التصريحات تم فهمها من قبل الإعلام الفرنسي على أنه انتقاد صريح لكيليان بابي اللاعب الذي باتت الصحف الفرنسية تتهمه بالتعالي والغرور تقارير من صحيفة ليكيب نفسها أفادت بأن كيليان بابي أراد القيام بمؤتمر صحفي للرد على اتهامات أوليفي جيغو إلا أن إدارة المنتخب الفرنسي رفضت ذلك شبكة جول في تحقيقها عن الواقع ذكرت بأن التوتر بينهما بدى واضحا في التدريبات بالرغم من أن إدارة المنتخب قامت بعقد اجتماع للصلح بينهما الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وفي محاولة لتهدئة الأمور قامت بنشر فيديو للعبين أثناء التدريبات وهما يتبادلان التمريرات العديد من الصحف ذكرت أن انفجار أوليفي جيغو في هذا الوقت بالذات جاء نتيجة للضغط الإعلامي المصلط عليه فقد أصبح يعرف بالمهاجم الذي لا يسجل الأهداف كما أن عودة بينزما جعلت اللاعب يشعر بأنه سيتم التخلص منه نهائيا قريبا حيث ظهر التوتر واضحا في تصريحاته في أول مؤتمر صحفي له مع المنتخب قبل اليورو وبعد إعلان تشلسي لتجديد عقده بموجب بند في العقد يسمح لهم بذلك حيث صرح قائلا أريد أن أجعل هذا الأمر واضحا للجميع تشلسي هو من قام بتمديد عقدي منذ أبريل الماضي بموجب بند في العقد المهاجم الفرنسي صاحب الأربعة وثلاثين عاما أشار إلى أن تجديد عقده لا يعني رغبته في البقاء حيث صرح في عدة مرات برغبته في الرحيل فجيغو عاش موسما عصيبا ولم يتمكن من إيجاد فرصته كاملة مع تشلسي البعض أشار إلى أن تعامل الإعلام مع جيغو لم يكن عادلا فهو ثاني أفضل هداف في تاريخ فرنسا خلف الأسطورة تيغي أونغي عودة كريم بن زيما هل أخطأ ديدي ديشان؟ أسطورة نادي أرسنل والمنتخب الفرنسي إمانويل بيتي صرح لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية قائلا لطالما عانى المنتخب الفرنسي من الفوضى ولكن بعد قدوم ديدي ديشان وفي فترة وجيزة شعرنا أنه قد سيطر على غرفة الملابس قدرته على إدارة اللاعبين كانت هي نقطة قوته ولكنه أخطأ هذه المرة يرى إمانويل بيتي أن اختيارات ديشان هذه المرة والتي كانت من بينها إعادة كاريم بن زيما إلى المنتخب سببا في تجدد الخلافات حيث أردف قائلا قبل بطولة اليورو كنا متحمسين لرؤية ثلاثي هجومي مكون من بنزيمان بابي وجريزمان ولكن نسينا أن قوة المنتخب الفرنسي لم تكن في نجومه بقدر ما كانت في الانسجام بينهم ما أرد إمانويل بيتي قوله هو أن المنتخب الفرنسي تحول هذه المرة من منتخب يعتمد على اللعب الجماعي إلى منتخب يتكل على الأفراد فالمنتخب الفرنسي فاز في كل مبارياته في يورو 2020 نتيجة لعبقرية بعض عناصره فأهداف كاريم بنزيمان كانت من صناعته هو شخصيا بينما قدم بول بوكبا أداء رائعا على المستوى الفردي نجم المنتخب الفرنسي سابقا أيضا بيشانتي ليزارزو صرح لصحيفة الكيب الفرنسية قائلا عودة كاريم بنزيمان أعادت خلط الأوراق نعم حصلنا على أهداف منه ولكنه أيضا دفع بلعبين مثل أوليفيا جيغو إلى مقاعد البودلاء كما قلل من تأثير لعبين آخرين مثل كيليان بابي عودته كانت مفاجئة لذلك لم يجد المنتخب الفرنسي الوقت الكافي للتأقلم على وجوده عودة بنزيمان حسب التحاليل الصحفية كانت هي السبب في ازدياد التوتر بين جيغو ومبابي فجيغو بات يشعر بأنه مطالب بإثبات نفسه من جديد إصابة كل من لوكا إيرنانديز ولوكا ديني أجبرت المدرب ديدي ديشون على اللعب بأدريان غابيو كظاهير أيسر ارتكب بول بوكبا خطأ أدى لتعادل سويسرا في اللحظات الأخيرة من المباراة بعدها التقطت عدسات الكاميرا نقاشا حادا بين بول بوكبا وأدريان غابيو مصادر أكدت أن النقاش بين اللاعبين امتد إلى غرف الملابس وازدادت حدته ليتبادل اللاعبين الشتائم فيما بينهما ديدي ديشون أكد أن بول بوكبا غاضب من انتقادات غابيو المتواصلة له بعد الخطأ الذي ارتكبه والذي أدى لهدف التعادل لمنتخب سويسرا صرح ديشون بأن غابيو كان يجب أن يكون أكثر هدوءا في الملعب المعضلة التي قد يلاحظها الكثيرون هو أن المنتخب الفرنسي لعب ببليز ماتويدي بدلا عن غابيو في كأس العالم 2018 حيث أن ماتويدي أكثر حركية وقدرة على تغطية أخطاء بول بوكبا غافايل فغان وبينجامان بافار بحسب التقارير لم يكن بوكبا وغابيو هما الوحيدين على الخلاف بل انضم إليهما كل من غافايل فغان وبينجامان بافار حيث ذكرت التقاريرنا غافايل فغان اتاهم مدافع باين ميونيخ بسوء تغطيته الدفاعية وبدوره باتهام بول بوكبا أيضا بحسب المصادر فأن الملاسنة الحادة بين اللاعبين الثلاثة لم تكن لتخمد لولا تدخل المدرب ديدي ديشون والذي أخبر الجميع بالهدوء الصراع بين عائلات اللاعبين أوردت إذاعة مونتي كارلو خبرا مفاده أن والدة اللاعب أدريان غابيو والمعروفة باسم فيغونيك قامت بالاشتباك لفظيا مع كل من عائلة بول بوكبا وكيليون بابي ذلك التقرير تم تدعمه بصور من المدرجات تظهر فيغونيك وهي تقوم بملاسنات حادة مع البقية بعد إضاءة ركلة الترجيح الأخيرة عن طريق كيليون بابي في مباراتهم ضد سويسرا تلك الحادثة بيانت التوتر الشديد في الأوساط المحيطة بالمنتخب الفرنسي كما أنها أيدت التحاليل الصحفية التي ذكرت أن فرنسا فازت بمونديالي 2018 لأنها لم تكن تحت الضغط ولكنها في المقابل جاءت لليورو كبطل للعالم فلطالما كانت الخلافات تشتعل بين نجومه كلما زاد الضغط عليهم شاركون بآرائكم وتعليقاتكم ما هي أسباب الخروج المفاجئ للمنتخب الفرنسي وهل ما زال ديدي ديشان هو المدرب المناسب لقيادة فرنسا